طيب حد دلوقتي هيقول لي ايه الله دي معاناة كبيرة جدا وحالة مرضية بتستغرق سنين طيب ايه علاجها وهل فترات الاصابة كلها بتكون بنفس الحدة هجاوب اجاوب لحضراتكم من حيث انها معاناة فهي معاناة كبيرة فعلا ما اقدرش انكر خاصة ان فترات الاصابة ممكن تستمر سنين زي ما عرفنا يعني لكن الحمد لله الحمد لله ان فترات الاصابة مش كلها بتكون بنفس الحدة لكن في عوامل محددة في حال تجنبناها بتقل جدا فترات الاصابة وشدة الاعراض عوامل بقى محددة نخلي بالنا بقى من ايه نتجنب ايه بس قبل ما نقول ده الاتوبك ديرماتايتس او التهاب الليلد التأتوبي مالوش علاج محدد يعني ما بناخدوش ده وكده يخفف الموضوع لا او بمعنى دق يعني مالوش علاج حاسم لكن العلاجات المستخدمة بتكون كلها في اطار تخفيف الاعراض يعني كل العلاجات اللي ممكن تتوصف للاطفال المصابين دول عشان الاعراض بس تهدى ولحسن الحظ ان الحالة المرضية دي بتختفي لوحدها ولله الحمد مع مرور الوقت يعني بتختفي خالص بقى كأن الطفل ده لما يكبر بقى كأنه وكانش عنده حاجة خالص طيب عشان ده يحصل بسرعة وكمان عشان الحالة لما تحصل تكون الاعراض محتملة او ما تكونش الاعراض شديدة زي ما لسه ايئلكو ايه النصايح؟ لازم يكون فيه نصايح ولازم يعني ننفذ النصايح دي عشان الوقاية تحصل اهم النصايح دي الحفاظ على الجلد من الجفاف ازاي؟ شرب المية بانتظام ده اول حاجة يعني المصابين بهذا المرض سواء كانوا اطفال او مراهقين او شباب يشربوا مية بانتظام لانه جفاف الجلد لو حصل جفاف جلد زائد عندهم خطر خطر يبقى دي اول طرق الوقاية شرب المية بانتظام طيب تاني طرق الوقاية ايه؟ تجنب الحمامات الكتير اللي هو الاستحمام الكتير كثرة الاستحمام وطبعا دي نقطة ممكن الناس تقولك الله هو احنا مش قلنا قبل كده ان الاستحمام دي حاجة كويسة اه بس فيه ناس تستحمى كتير قوي يعني ممكن فيه اطفال وشباب ومراهقين وكده يجي عليهم مثلا في اليوم توصلين يستحمى ثلاث مرات لا ده غلط ليه؟ ليه؟ لان زي ما اتفقنا وجود الجلد في حالة كده رطبة او يعني مبلول فترات طويلة ها؟ بتخليه عرضة بتخليه اضعف وبالتالي عرضة اكبر بنسبة اكبر للاختراق من البكتيري علشان كده برضو مش بس ان عدد مرات الاستحمام تقل انا ما بتكلمش هنا عن الاستحمام كمبدأ لا الاستحمام كمبدأ ده حاجة ضرورية بس انا بقى اقول ايه؟ ان فيه ناس فيه ناس بتزود عدد مرات الاستحمام دول يعني فيه ناس بقول لكم ممكن تستحمى في اليوم ثلاث مرات واربع مرات وخصوصا من الشباب اللي هم الصغارين يعني بياخدوها كده اللي هو ايه كل شوية ادخل اخدوش ايه المشكلة لا خلاص فلا ده يقل وكمان تجنب البقاء في الماء الفترات طويلة يعني لما يستحموا او لما ينزلوا الماء سواء ميت بحراء او حمامات سباحة ما يعضوش فترة طويل عشان نفس الموضوع ايه تاني من طرق الوقاية؟ تجنب استخدام الماء السخنة اوي في الاستحمام فيه ناس لما بتستحمى تستحمى بماء سخنة اوي يعني فيه ناس حتى في فترات الصيف او في فصول الصيف في الاجواء الحرة ما بيتنزلوش عن الماء تبقى سخنة اوي فيه ناس كده دي طبيعة للمرضى بقى المصابين بالأتوبيك درماتايتس او التهاب الجلد التأتوبي الماء مش لازم تبقى سخنة اوي ما بقولش تبقى ساعة بس ما تبقاش سخنة اوي الماء السخنة اوي مضرة تمام؟ طيب ايه تاني من عوامل الوقاية الضرورية غير اللي احنا قلناهم دول استخدام مرتبات الجلد بانتظام فيه حاجات فيه مستحضرات بتتبع لترطيب الجلد ده لازم تستخدم بانتظام يستخدموها ولاد وبنات شباب وفتيات خلاص مش هقول رجالة وستات لان زي ما تسمعته غالبا المرض ده بيختفي عن سن 21 سنة تمام؟ ايه تاني من وسائل الوقاية تجنب الملابس الخشنة زي ايه؟ زي الجنز مثلا البنطلونات الجنز والقمصان الجنز البنطلونات الجنز دي على فكرة مضرة يعني عشان تبقوا فاهمين يعني اقصد ايه؟ ما بقولش ان احنا ما نلبسهاش بس اقصد ان هي في ناس كل لبسوهم جنز وفي ناس بيبقوا كمان ايه؟ يعني يقولك ده عملي وكده فتلاقيهم مثلا ايه؟ في الجامعة او في المدرسة او في خروجاء فعلى طول يلبسوا جنز الجنز مش نوع القماش المستحب خلوا بالكم من النقطة دي لانه هو قماش خشن وبيدخل فيه صباغات ها؟ فده برضو خطر خلوا بالكم من النقطة دي وبردو تجنب الماتيريا او الاقمشة الفابريكس يعني اللي هي الخشنة زي مثلا في فصول بقى الشتاء الصوف الحاجات الصوفية اللي هي تبقى في حالة تماس مع الجلد برضو دي نخلي بالنا منها ايه تاني من طرق الوقاية؟ الانتظام في استخدام الغسول الطبي بشكل يومي يعني تمام؟ عشان نتجنب البكتيريا ما فيه غسول كده غسول مطهر ده لازم نستخدمه كل يوم المصابين مش احنا المصابين الأطفال المصابين لو صغارين قوي احنا كأباء وامهات اللي نعمل لهم النوع ده من الوقاية تمام؟ ايه تاني من طرق الوقاية؟ لازم الالتزام بالأدوية اللي بيقررها أطباء الأمراض الجلدية مش بس الالتزام بالأدوية الحقيقة الالتزام بفترات العلاج خلوا بالكو ان فيه فروع في الطب كده منها فرع طب الأمراض الجلدية من اكتر يعني المرضى بتوعه بيكونوا مش عايزة اقول مزعجين بس بيحطوا الأطباء المتخصصين في مجال طب الأمراض الجلدية ده في حرج شديد جدا ليه هقول لكم؟ ليه؟ لأنه فيه كتير قوي من الأمراض الجلدية العلاج بتاعها ما بيظهرش نتائج إلا بعد فترة فتلاقي الدكتور أو الدكتورة المتخصين في الأمراض الجلدية ينصح المريض ينصح مثلا الأهل إذا كان المريض طفل أو ينصح المريض إذا كان المريض هو اللي بتعام بشكل مباشر مع الدكتور فيقول له مثلا إيه؟ إحنا هنمشي على العلاج الفلاني ثلاث شهور أربع شهور فتلاقي المريض أربع شهور إيه خمس شهور أو ست شهور وفيه أحنا أن يقول لك هنمشي عليه على طول تخيلوا بقى؟ خلاص؟ هم معذورين لأن زي ما بقول لكم فيه كتير من حالات الأمراض الجلدية لا يبدأ ظهور التحسن إلا بعد مرور فترة ودي نقطة مهمة قوي أنه حضراتكم تبقوا عارفينها في التخصص ده خلاص ونقطة تانية يعني مهمة برضو في النقطة دي في نفس الموضوع علشان مش بعد أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاث أسابيع ما لاحظتوش أن فيه تغير في الحالة فتقولوا لا الدكتور ده مش قدي كده بقى هنشوف دكتور تاني وطبعا هنا بيكون خطأ الطبيب من الأول أنه ما شرحش للمريض أو لأهل المريض أنه يا جماعة التحسن سيبدأ أو هتبتدوا تلاحظوا التحسن مثلا بعد شهر عشان نبقى متفقين لازم الطبيب ما ينساش المعلومة دي أو ما يبخلش بيها يعني عشان المرضى أولا يتطمنوا وعشان هو كمان ما يبقاش جهده راح على الفاضي يعني تمام؟ والالتزام بقى بالأدوية كمان ليه؟ لأن الأدوية مختلفة يعني ما ينفعش مثلا إيه أم ممكن تكون تعرف حد يعني تعرف أم تانية عندها ابنة أو بنت عندهم نفس الحالة فتقول لها الله الدكتور ما كتب ليش المراهم اللي كتبها لك فهم يعودوا يتبادلوا هم بقى المراهم والبتاع لا ده غلط لأن كل حالة لها العلاج بتاعها ده بجد ليه؟ في مركبات هتلاقوا فيها مضادات هستامين مثلا هي بس كده مضادات هستامين في مركبات تانية هتلاقوا فيها كورتيزون في مركبات تالتة بتكون لتنين مع بعض في مركبات رابعة بتكون مضادات حيوية وهكذا طبعا المركبات الدوائية اللي أنا قصدي عليها أو اللي بتكلم عنها بتكون كلها في شكل كريمات أو مراهم أو سوائل تمام؟ ده كان النوع الأول من الإجزيمة اللي هو التهاب الجلد التأتوبي أو الأتوبي اللي هو الأتوبيك درماتايتس